التعامل مع الغضب هذا لا يعقل إنه فعلا يوم سيء ما كل هذا الصراخ يا فهد ماذا حدث؟ لقد أمضيت ساعات في كتابة هذا البحث وبينما كنت على وشك الانتهاء وقع كوب الماء على الأوراق انظر إلى الحبر كيف يسيل لم يعد بمقدوري تمييز الكلام أبدا علي أن أبدأ مجددا من الصفر وهل ترى أن ذلك يستحق كل هذا الغضب؟ عليك أن تتحكم بغضبك أكثر يا فهد لا يمكنك أن تنفعل بهذا القدر لماذا؟ لأن غضبك بهذا الشكل يهدد حياتك وصحتك ومستقبلك أيضا لقد فقدت للتوب عمل ساعات وساعات كيف تطلب مني التحكم بغضبي؟ لهذا السبب بالضبط عليك التحكم بغضبك فالغضب مثل الغشاوة على العين تعميك عن رؤية الحلول عندما تشعر أنك غاضب من أمر ما فإن أول ما عليك القيام به هو محاولة إيجاد حلا لهذه المشكلة فتماما كما يتوجب غسل طبقك العشاء فور انتهائك من الطعام كون ذلك يجعل العملية أسهل بكثير مقارنة بتركك للطبق وتأخرك في تنظيفه كذلك ينطبق الأمر على الغضب إذ عليك دوما أن تباشر في حل المشكلة في أسرع وقت وماذا إن لم أجد الحل؟ كحالتي الآن يمكنك أن تقوم بتدوين الأمور التي تثير غضبك على ورقة أو في مدوينتك فذلك من شأنه أن يخفف من حدة غضبك وأن يهدئ من روعك لا أعتقد أنني أستطيع الكتابة الآن فعلي إنهاء البحث لكن هل هناك من طرق أو أسريب أخرى يمكنني القيام بها؟ بالتأكيد في كل مرة تشعر فيها بالغضب وتبدأ أنت أو الطرف الآخر بالصراخ ورفع الصوت عليك أن تعتذر عن إكمال النقاش وأن تنسحب بهدوء ثم تحاول أن تتنفس لمدة دقيقتين بشكل عميق حيث إن هذا الفعل سيساعدك في تهدئة نفسك لديه سؤال هل يُعقل أن هناك أوقات نغضب بها بدون أن يكون الموقف يستحق ذلك؟ بالتأكيد في الواقع هذا أمر شائع جدا ففي كثير من الأحيان بعد أن ينقض الخصام تشعر بأن ردة فعلك كان مبالغا فيها لذلك قبل الخوض في أي جدال قد يغضبك اسأل نفسك إن كنت ستكترث لنفس الأمر بعد مدة من الزمن وفي كثير من الأحيان ستجد أنك لن تبالي به حسنا هل هناك من طرق لتخفيف حوادث الغضب؟ طبعا في بعض الأحيان يكون هناك أماكن أو أشخاص معينون يثيرون غضبك وانزعاجك ما عليك إلا أن تتجنبهم رائع وماذا بعد؟ عندما تكون غاضبا ومنفعلا عليك أن تغير وضعيتك بحيث أن تجلس إن كنت واقفا أو العكس لأن هذا يخفف من حدة الغضب ويقلل من احتمالية تطور الخصام كما أن أخذ لحظات للعد من شأنها أن تعطيك فترة للتفكير في الأمر قبل أن تتحدث وهذا بإمكانه أن يخمد ثورة غضبك شكرا لك يا أبي على هذه النصائح الرائعة بعد أن هدأت وتخلصت من نوبة الغضب تلك أدركت كيف يمكنني أن أكبت غضبي وأن أتعامل مع اللحظات التي قد تؤدي إلى مثل تلك النوبات سأذهب ليعيد الكتابة فالأفكار لا زالت في ذهني كما أنني أتوقع أني سأكتبها بسرعة وبجودة أعلى أحسنت يا فهد أتمنى لك كل التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة